معانا الشرقين الدخان جاء له ضرب الجزاء في ديئة تلاتين وضيعها او تصدى لها كويس او ادهم محمد الاهلي مسك كورة مستحوظ ولكن ما فيش اللي خلص اهيه يلا بقى ادي انت لقى رافت خليل قولي يا ابني زي ما توقعت يا ها ها توقعت بس ايه جون جون قلت من بدر الولد ده لو خد المساحة لو خد الاريحية استيلك لعيب كورة يا رافت يا خليل وبش مالو يشيلها حلو الاول للنادي الاهلي مع ديئة كام تمانية واربعين او ايه ديئة التالتة من الوقت البدل متضايا حلوة شوفوا حضراتكم هنا بقى اهو الوقت عنده شخصية شخصية بصوا هو شالها قال له اهو قال محمد عشور براحتك امسك اليمين امسك الشبال انا هسقطها ماليش دعوة رافت خليل رقم اتناشر رافت خليل يا سلام يا ابني لما خد حرية حركة مضغوطة عليه هرب من الرقابة خد واحدة والجهاز الفاني نشاهد دخان بيتكلم مع المساعد لها وتشوفوا حضراتكم ده قرار هنا بقى نقول الولد ده تحية ليه واخد قرار انا هشيلها لا هطلع لبرة ولا هعمل الاول ليه رافت خليل والنادي الاهلي لعيب كورس